في الأثناء طلق وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي تصالاً هتفياً من وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا أودوبيسكو حيث بحث سبل دعم العلاقات السنائية بين البلدين فضلاً عن القضايا الدولية والإقليمية أكد عبدالعاطي علامة له مصر من أهمية خاصة للتنسيق مع رومانيا إزاء الموضوعات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية معرباً عن تقدير القاهرة لدور الذي تلعبه رومانيا في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي كما شدد على ضرورة استمرار عقد جاولات المشاورات السياسية بين البلدين كما بحث الوزيران التعاون المؤسسي بين وكلتين ترويج الاستثمار في البلدين لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال من الطرفين